السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا اليوم لدينا فيديو مهم جدا أريدكم أن تبقوا معي حتى النهاية وسأحاول الإختصار قدر المستطع لماذا نحن نواجه صعوبة في النطقين النطق والأكسنت بشكل سليم حتى عندما نتقدم في اللغة لكن لا زال الأكسنت نواجه فيه صعوبات أين المشكلة الحقيقية؟ أين جذر المشكلة؟ لكن قبل أن نبدأ يجب أن نكون واعين إلى أن النطق لا يأتي بالقواعد هناك قواعد متى تنطق الس متى تنطق الز متى تنطق الس ك متى تنطق الس أشياء كثيرة كذلك الأكسنت لكنها لا تأتي بالقواعد أيضا لأن هناك مثلا قواعد في الت الأمريكية عندما ينطقها عندما تأتي في آخر الجملة في وسط عندما تختفي نحن نهرب من قواعد في الجرامر فتأتينا القواعد حتى في النطق اكتسابا لكنها لا يأتي بالقواعد إذن كيف نكتسب النطق واللكنة وأنا وضعت خط تحت نكتسب وليس نتعلم طيب إذن كيف يأتي النطق والأكسنت عبر الاستماع والتلقيين هذا هو الطريق لكن هناك مشكلة حقيقية حتى عندما تستمع بعض الناس يستمعون كثير وتجدهم بعد فترة لا زال هناك أخطاء عندما ينطقون لا زال الأكسنت عندهم لا زال الأكسنت عربي يعني طيب ما هي المشكلة ربما أنت تستمع عليها دائما read لكن عندما تتحدث لا شعوريا تنطقها read وكذلك mother تستمع عليها ربما كثيرا mother لكن عندما تتحدث تنطقها mother كذلك box تسمعها تنطقها books كذلك on طيب إذن المشكلة أين؟ المشكلة في مخارج الحروف المشكلة عندما تعلمنا اللغة منذ البداية نحن نعرف مخارج حروف معينة تابعة للغة العربية تابعة لحروف اللغة العربية فمخرج الحرف را خلاص تعلمنا را عندما يعني طرف اللسان ينطبق على حنكة الأعلى بجانب الأسنان را فيصدر هذا الصوت عندما نأتي نتعلم اللغة الإنجليزية ر على طول نربط الحرف هذا بحرفنا الموجود عندنا في اللغة العربية الذي هو حرف را حرف را في العربي لاحظوا اللسان طرف اللسان يلامس بشكل خفيف الحنكة الأعلى ويصدر ذبذبة ر ر ر ر عمر لاحظوا أما في الإنجليش فاللسان لا يلامس شيء يبقى معلقا في جوف الفم وينعكف قليلا عندنا في العربي هناك حروف كثيرة لا يوجد لها ما يطابقها أو ما يقابلها في اللغة الإنجليزية لذلك هم لا يستطيعون نطقها لأنهم ليس لديها مخارج حروف تعودوا عليها إذا أرادوا أن يتعلموها يجب أن يطوروا أو يضيفوا مخارج حروف جديدة إذن ما هو الحل طيب إحنا وضعنا المشكلة الحل الأول هو في أن تتعلم كيف تنطق وليس أن تتعلم متى تنطق بمعنى آخر أن تتعلم مخارج الحروف هذه المخارج الجديدة هناك طبعا من البي بي سي سلسلة سوف أضع الرابط في الوصف سلسلة من أكثر من أربعين فيديو حول مخارج الحروف الشيء الثاني هو أن تستمع كثيرا وأن تستمع بحرص ويعني خاصة في بعض البودكاستات التي الصوت يكون هادئ النمط الذي هو الهادي والواضح وأنت مركز من أجل أن تتعلم كيف ينطق هذه الحروف فأنت بحاجة إلى الاستماع الكثير المكثف وكذلك التدرب يعني تدرب مع نفسك دائما أنت ممكن الآن أو خلاص فهمت آر بهذا الشكل لكن عندما تتحدث فيما بعد رسانك متعود على النمط السابق الذي تعودت عليه لكن يحتاج بفقط فترة تدريب مرة بعد مرة وخاصة أمام المرآة مع نفسك شكرا لكم على المشاهدة وإن شاء الله سنلقاكم في فيديوهات قادمة ولا تنسوا الممارسة اليومية هي طريق النجاح